بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أهلاً ومرحباً بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الإسبوعي مستشارق القانوني سعدنا واستمتعنا في الحلقة الماضية أو في حلقة سابقة مع المستشار اسمت أبو سريع في شرح وإظهار حالات بطلان الأحكام لمن لم يشاهدها أو من يريد أن يتعرف على حالات بطلان الأحكام وكيفية الوصول إليها يرجع على اليوتيوب على موقع قناة الرحمة الفضائية حيجد الحلقة سمينة جداً وسرية جداً وبشرح وافي عن حالات البطلان في الأحكام وإستمسكنا به في تجديد اللقاء في حلقة أخرى فشرفنا به اليوم ليسعدنا بشرح موضوع جديد وهو موضوع حيوي وهام جداً بس الأول تعالوا بنا نرحب بسيادته ونقول له أهلاً ومرحباً بك يا معا المستشار في قناة الرحمة الفضائية تحياتي ليك معا المستشار الجليل وشرف لنا أننا نمسل أمام معا ليك تحياتي للقناة الغراء وطائم العمل الجميل ده الله يكرمه أعزائي المشاهدين أي التزام قانوني يتم التأخير في الوفاء به بيرتب ضرر للمستفيد فهل الدرر ده يستحق تعويض الكلام اللي أنا بقوله مالوش دعوة بالمسؤولية التقصيرية في الالتزامات لا ده له دعوة بالفوائد القانونية اللي أقرها القانون وفرق ما بين الفوائد القانونية في العلاقة المدنية وبين الفوائد القانونية في العلاقات التجارية وحدد لها اتفاق ما بين الأطراف لا يتجاوز حد معين وكمان هل الحد الأقصى وكمان الحد الأقصى لتلك الفوائد لو إن الزمن طور دول مجموعة نقاط هيا بنا نستمتع بعرضها نقطة نقطة على ضفنا العزيز ليبين لنا أولا تفسير يعني إيه الفوائد القانونية المقصودة مش التعويد اللي منصوص عليه في المادة 163 من القانون المدني مش هو اللي خاص بالمسؤولات التقصيرية لا دي بقى فوائد تأخيرية لها شروط في حالة توافر تلك الشروط المحكمة بتبقى ملزمة بالقضاء أو بالحكم بالإلزام مع الفوائد القانونية تعالوا بينا نشرح الأول يعني إيه فوائد قانونية تحية الماليك حضرتك اتكلمت في جزيتين الفوائد القانونية والفوائد التأخيرية الفوائد القانونية هنا قانون القانون المدني وقانون التجاري اتحدوا في تحديد نسبة الفوائد القانونية في التعاملات المدنية حددها بـ 4% من قيمة التعامل أما التجاري فحددها بـ 5% من قيمة التعامل وهذا الأمر مشروط بشارت ألا يزيد هذا الأمر عن 7% في جميع الأحوال سواء في المدني أو التجاري لا يزيد قيمة الفوائد عن 7% طيب لو قلنا ده الفوائد القانونية طيب إيه هي الفوائد التأخيرية أو التعوضية أنت حصلت على فوائد قانونية إنما الفوائد اللي أنت حصلت عليها ما بتغطيش قيمة الخسائر أو الضرر اللي حدث لك نتيجة أمر ما ما هو الأمر؟ لو فيه تعاقد بين طرفين دائم ومدين باقع ومشتري هذا التعاقد سواء شقة أو بيت اشتريته وعليك إقصاد ما التزمتش بالإقصاد وما وردتش الإقصاد في معادة فهنا وجبت عليك الفوائد القانونية طيب الأضرار اللي حصلت على الحدثة للبائع تزيد عن قيمة زي ما شرحنا في الأول عن قيمة الفوائد القانونية على 4% في المدني أو 5% في التجاري هنا القانون أعطاه حاجة اسمها الفوائد التأخيرية أو بيعوضوا عن الخسارة فبيطلبها ولكن دي لها شروط زي ما معليك ذكرت قبل كده في حلقة سابقة إن الفوائد دي لها شروط عشان تستحق هذه الفوائد هنخش فيها على طول ولا حضرتك هنا حضرتك لازم يكون عشان تستحق الفوائد التأخيرية لازم يكون أصل الالتزام مبلغ من النقود معلوم بمعنى إيه؟ أنا بيعتيلك شقة بمليون جنيه فهنا الأصل الالتزام معلوم لو الأصل الالتزام مش معلوم هنا ما تستحقش فوائد التأخيرية هتستحق فوائد التأخيرية على إيه؟ إذا كان الأصل العام في التعاخد مش معلوم طيب إمتى يكون معلوم؟ وقت نشوء الالتزام وقت ما يحق السداد فهنا الأصل معلوم والمبلغ معلوم هنا تستحق الفوائد التأخيرية لو أنت تأخرت عن المعاد طيب الحاجة التانية أن يكون هناك ودي حتة نرجع لها بعد كده ما عليك نقشنا فيها قبل الحلقة أن يكون هناك اتفاق أو تعاقد بين الدائن والمدين على تحصيل فوائد التأخيرية عند عدم السداد في الموعيد المستحقة طيب إحنا قلنا معلوم متأخر طيب في جزئية تانية يجب عشان تطلب الفوائد التأخيرية يكون سبب التأخير وعدم الالتزام راجع لمين؟ للدائن طيب نقول إيه؟ الحتة دي نتكلم في المدين للمدين أسفل طيب نقول الحتة أنا مركز تمام من كان أستلهم الموضوع يا معلنا الله يكرم نقول إيه هنا بقى؟ تمام؟ المدين المدين هنا ملزم طيب حصل أي عامل أجنبي لا يدي له فيه بمعنى انثمان قوى القهرة القوى القهرة فيضان زلزال حرب ما سدش تمام؟ هنا ما يحصلش منه فوائد تأخير لأن التأخير ليس له يد فيه طيب لو عكسنا الأمر يا معالي الوزير وهنحط عليها دلوقتي شط وهنحط أمثلة زي ما عليك معاودنا إن إحنا نقصل المواضيع بأمثلة بسيطة حتى يستفيد أبناء الزملاء المحامين الشباب المحامين أو العامة اللي بيحبوا يرجعوا لقناة معاليك وليها مشاهدينها الكتير طيب لو كان العكس حصل إن الدائن هو السبب في عدم تحصيل لقصات إزاي؟ دي هنقصلها بعد كده في جزئية موجودة ومعروضة على القضاء هنعرف هل من حق الدائن في المرحلة دي إن يطلب فوائد تأخيرية ولا لا مع ما عليك لا أنا بس هنقصل ما ذكرته حضرتك بشكل إحنا متعودين عليه هنا هنقول إن الفوائد دي في العلاقات أو التعاملات المدنية تمام محددة قانونا تمام بنسبة أربعة في المية من الدين المستحق المستحق تمام مش المبلغ كله لا الدين المستحق يعني هنقول الراجل دفع نص ثمن العقار اللي اشتراه وباقي نص ثاني يبقى هنقول لما المحكمة هتحكم بإلزامه بسداد باقي الأقصاد وقدرها عشر أرش هتقوم تقول في العلاقة المدنية بإضافة أربعة في المية لحين تنفيذ الحكم تمام بس هتكون بقى من تاريخ المطالبة مش من تاريخ الاستحقاق هنتكلم فيها من تاريخ المطالبة دي حاجة ودي حاجة هتبقى من تاريخ المطالبة لكن مش من تاريخ الاستحقاق يعني هنضرب مثلا هنقول ان العقد مؤرخ في عشرين عشرين وبعدين الراجل جيه اتأخر من سنة الفين اتنين وعشرين جيه المدعي رفع الدعوة سنة اربعة وعشرين يبقى من تاريخ المطالبة في اربعة وعشرين مش هيبقى من تاريخ عشرين عشرين يعني عشان نجي نحسب الفائدة القانونية في العلاقة المدنية اللي هي موضوع حديثنا هيبقى من تاريخ المطالبة بالمبالغ اللي المحكمة هتحكم بيها جملة ما تم ما لم يتم ثلاثه من اقصاد الشيء المبيع طيب في العلاقة التجارية زودها ليه الخمسة في المئة طبعا لان العلاقة التجارية بتختلف عن العلاقة المدنية لان دي اموال بتلف وبتدور لابد ان يكون هذا الامر له منحة اخر غير المنحة المدني والقانون التجاري هنا تدخل في الجزئية دي وحددها خمسة في المئة ولو تم الاتفاق على سبعة في المئة فهنا بيمشي هذا يسير هذا الاتفاق ويطبق شرط الا يزيد عن سبعة في المئة هنا بتتصدى له المحكمة وترجع به للاصل اللي يسده القانون اه يعني حادثك عاستقول ان يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على اعتبار ان فوائد الفوائد القانونية او فوائد التأخير عن سداد المستحق ممكن يتفق عليه بس حاطت حد اقصى وهو سبعة في المئة ما ينفعش يبقى تمانية في المئة ما ينفعش يبقى عشرة في المئة ما ينفعش يبقى عشرين في المئة في الحالة دي لو تم هذا الاتفاق بنسبة اكثر المحكمة بتعيد النصاب الى ما يتم الاتفاق عليه فيما لا يجاوز سبعة في المئة من القدر المتأخر من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الوفاء او السداد طيب احنا عايزين نقول بقى اللي حضرتك قلته حيبقى يشترط فيها أن يكون هناك حكم بإلزام بمبلغ معلوم ماشي؟ تمام اتنين أن يكون هذا القدر المعلوم وقت الطلب يبقى محدد وقت إنشاء الالتزام آه ويكون المدين هو اللي بتأخر مش الدائن زي ما كان صدر خطأ من شوي دي بيحكمها نص قانوني تمام أيها فإن المادة كام؟ المادة 226 معلوم تمام المادة دي ريحت من قانون المدل أيوة عشان الكلام يبقى واحد لا يطلع من القانون التجاري لا لا من قانون المدل المادة دي مادة صريحة وحددت الكلام اللي معليك قلته واللي احنا قلناه في الأول المادة دي بتقولك إيه سران الفوائد القانونية تبدأ من إيه؟ من تاريخ المطالبة القانونية من تاريخ المطالبة القانونية بمعنى لو أنت بعدت إنذار بالمطالبة هنا برضو لسه ما بدأتش لا من تاريخ إيه؟ رفع الدعوة من تاريخ رفع الدعوة أنت بترفع الدعوة سليم بتطلب فيها أنت أنزرته تمام؟ ما طلبتش ما طلبتش تمام هنا الواقع دي حضرتك أو المادة دي تصدت لأمور كتيرة وأيدتها محكمة النقد وحطت عليها أحكام كتيرة في المادة 226 ليه؟ بييجي الدائن بيقول أنا ليا فلوس زي ما حضرتك طلبت دلوقتي دلوقتي دربتي مثل وقلت سنة عشرين وهو بيرفع في 24 يجي يقول إيه؟ أنا ليا تتحسب لي فوائد قانونية من سنة عشرين لإنه ما سديتش لا هنا القانونية يقول لك عاسب المادة 226 بتقول لحضرتك تستحق الفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القانونية وهي تاريخ إيه؟ رفع الدعوة طيب لو ضربنا مثل معليك في هذا النمط حضرتك معودنا إن إحنا نلجأ إلى الأمثلة عشان إحنا نشبع المعلومة القانونية ونوصلها للي عايز توصله لو قلنا مثلا في جهة من جهات التابعة لأزارة الإسكان هيئة من هيئتها اشتروا منها مساكن مثلا ودي قضية مطروحة وحتى لو استعننا بيها ما فيش أي مشكلة لإن هي مطروحة على القضاء سلموا خرجين أراضي مساكن محقبة بأراضي زراعية من سنة 83 جي في سنة 23 بعد أربعين سنة وعشان نرجع لي مين السبب عشان نقول مين اللي إيه السبب بعد أربعين سنة جاي يقول أنا لي فلوس عندك يالي خدت البيت ده مني بعد أربعين سنة مش كده بس طب رحنا المحكمة القضاء الإداري لأن دي جهة حكومية القضاء الإداري حكم بمبلغ معين تمام وحكم عليه الفوائد القانونية وليس التأخرية حكم عليه بالفوائد القانونية جت الجهة دي بتقول لا ده أنا لي فوائد تأخرية بأصل راجع من سنة كام 84 في حين إن هي ما رفعتش قضية اللي رفع قضية اللي هو مين المدين رفع قضية عليه بعد سداد المبلغ اللي حددته محكمة القضاء الإداري واللي تأيد بحكم الإدارية العليا تمام رفع بعدها دعوة إلزام بتحرير عقد بيع للمنزل ده وهم رفضين يحرروا عقد البيع إلا بعد سداد الفوائد الايه التأخرية تمام هنا بنقوله لا احنا بنعتصم بنص المادة 226 قدام قضاءنا العادل وبنقوله على فرض على فرض لو ليك حق في الفوائد التأخرية بتبدأ من تاريخ ايه المطالبة القانونية وليس بأصر رجعي من تاريخ التسليم هنا بقى حضرتك الحتة الجميلة اللي قلنا نأخرها هنا الخطأ هنا وقع من مين عشان تطلب الفوائد التأخرية احنا قلنا اشترت القانون ان يكون السبب في التأخير مين يا معالي رئيس المدين المدين هنا اللي ما طلبش قيمة المنزل تمام من سنة 84 لحد سنة 2023 قرابة 40 عام هو المخطئ في عدم التصدي للمطالبة علشان كده لن يستحق فوائد التأخرية لن ينور عليك لن يستحق فوائد التأخرية اه انا بس عايز اضرب مثل مع حي قريب شوي تمام عليك اه حكم محكمة بإلزام زيد من الناس انه يؤدي لاخر مبلغ معين ومحدد ومقدر طبقا الالتزام كان بينهم وبين بعض تم تنفيذ المحكمة حكمت تمام مع الفوائد التأخرية اربعة في المية مه الحكم ده صادر سنة 2014 تمام وعمل حجز تنفيذي سنة 2014 تمام جاه المدين رفع دعوة استرداد قعدت شغالة سنتين بعد ما اتحكم برفضها بيجدد الدائن الاجراءات الحجز ام عمل له اشكاء قعدت شغال سنتين وكمان سنتين وعمالي والراجل كان شوية سنتين جه سنة 2024 يعمل محضر حجز جديد لانه عنده فوايط تأخرية 4% لحين تمام السنة قعدنا نحسب 2014 الـ 12 شهر 2015 الـ 12 شهر و- 16 و- 17 و- 18 10 سنين و- 19 و- 20 و- 21 و- 22 و- 23 و- 23 و- 10 و- 10 و- 20 سنة 11 لقينا المبلغ اللي كان محكم به 500 وصل لمليون ونص فهموا قالوا لا ده ماينفعش ضعف الجزئية اللي حضرك بتقول عليها هل يجوز الفوايد انها تصل ضعف المبلغ هو هنا السؤال الجميل بقى حيرجعوا بقى بالحجز عارف المحضرين حابوا يخلصوا من مشكلة انه هو تجاوز الحد جابوا الحجز بتاع 2014 وامرحين عملينه بيه تبديد خد حكم غياب عمل معرض جاي الدفاع بتاعه يقول للقاضي ده الحجز يبيه من 2014 هيعتبر كان لم تكن لان التبديد في 2024 ردت وقلت له ال 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 اجراءات تم تأخرها بسبب دعوة استرداد واشكالات ودعوة اتصالت اهمد اتخاض وهو اللي عمل المدة دي كلها صح اهم قال له طب يعني انت تقصد تقول انكضاء الدعوة الجنائية قلت له الدعوة الجنائية لم تبدأ الا من تراخ التبديد مش انترها فدالوا قابلوا رفضوا وتأيين احنا هما في المهضرين هربوا من انه يقدر المبلغ لان الحجز الاولاني اللي معامل في 2014 بالخمسمائة الف واحدهم كان عليهم فوائد حوالي خمسين ستين الف كده يعني خمسمائة وستين الف طيب احنا لما عدنا العشر سنين في الفوائد وانا راح اقدمه تاني قالوا لي ماينفعش يتضاعف صح فهل بقى كلمة انه ماينفعش يتضاعف دي فيها اصل في القانون لها نص في القانون شوف هالك كده باشا المادة 231 من القونين المدني بتقول جواز المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد اذا كان الضرر بسؤنية تمام يعني ممكن تتضاعف وتتضاعف وتزيد كمان لا 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 تتعدى الضعف ازاي لا تتعدى الضعف بس حضرتك القانون كما حمى المدين فحمى ايضا ادائن من ان امواله تهضر من غير ما يستفيد بها تمام هنا الضعف المفروض ان الاموال الفوائد مقصدي لا تتجاوز رأس المال يعني لو قلنا رأس المال مليون الفوائد ما تتعدى المليون فهنا حصل ايه اتضعفت ايوه هنا اتضعفت هنا القانون حدد هذا الامر لا يجوز ان تتجاوز الفوائد التأخيرية لا يجوز لها ان تتجاوز رأس المال اللي رأس المال مليون اقصى حاجة توصل مليون ومية لا ما ينفعش ما ينفعش ان هي تتضاعف طيب ده قانونة ولو قلنا شرعا برضو الشرع بيقيد هذه النقطة بيقولك لا يجوز تقادي فوائد على متجمد الفوائد ده القانون ايه الشرعي ايوه ايوه الشرعي القانون المدني فاحنا ده امر اخر في هذه الجزئية يعني الشرع حرم الفوائد المركبة تمام معليك هو ده المقصود تمام المقصود بيقى فوائد على فوائد يعني فوائد المركبة تمام معليك طيب هل يجوز تقادي فوائد في حالة عدم موجود علاقة عقدية اه هنا بقى حضرتك رجعنا الاصل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شوية اللي هو الجهة اللي تابع الوزارة الاسكان وسلمت الخرجين البيوت الجهة دي من سنة اه اربعة وتمانين حتى تاريخ وعادي قدام معليك في اللحظة دي ليس بينها وبين اللي بتدي عليه اللي هو المدين اي علاقة عقدية مفيش عقد ما سلموهم البيوت كده كان ايام المرحوم السادات رحمة الله عليه مرحوم السادات رحمة الله عليه تصدى لهذا الامر وكان مشروع عظيم ولكن للأسف لم ينفذ على الوجه الاكمل فما كانوش مفكرين وكان فيه حاجة بيقولوا عليها منحة يابانية هي اللي صرفت على هذا الامر ولكن طبعا لما الجيب بيفلس بيبدأ يتدور في الجيب الاخر انا ليه ايه من سنة كذا جاي طلبه الان تمام معليك هنا الامر مفيش علاقة تعقدية الله ده احنا قلنا في بداية الكلام مع معليك قلنا عشان اطلب فوائد تخرير لابد يكون فيه ارتباط تعقودي ايه انت بتطلب ده انا مفيش بيني وبينك عقد ده انا مفيش بيني وبينك عقد طيب لو فرضنا ان الدعوة قدام قادي الابتدائي درجة الاولى تمام ويعني حادة عن صدة القانون وحكم برفض الدعوة اللي رفحها المدين عشان يلزم الجهة دي او الدائن يلزمه بتحرير عقد بيع بعد ما دفع كامل المبلغ اللي حكم به القضاء الاداري طيب الله ازاي اعد انا اتكلم نفسي او المدين يكلم نفسي ازاي حكم برفض الدعوة بحالتها لانه ما دفعش الفواد التأخرية طب ما انا قلت في الاول ان الفواد التأخرية يا معالي الرئيس وما فيش علاقة عقدية وانا شرحتها طب انا هسكت عند هذا الامر وضيع امر المواكل لا اقول له لا ده انا هستأنف وقف قدام محكمة الاستئناف واخد المعاليك المعلومات اللي معاليك قلتها وحط نص المادة 226 مدني ادم امام محكمة الاستئناف وعلى فرض لو كان الطلب الاصلي في الدعوة المبتدى ببراءة زمتي من كامل من كامل الغرامات التأخيرية سليم من كامل الغرامات التأخيرية لعدم وجود علاقة عقدية هنا انا اقف قدام قادي الاستئناف واضيف طلب مرتبط بالطلب الاصلي واقول هنا انا بتمسك بالمادة 226 ان كان هناك مقتضى لتحصيل غرامات تأخيرية فتكون من امتى معالي الرئيس من تاريخ المطالب من تاريخ المطالب مش تاريخ الاصل الراجعي انا عايز اقصل اللي حضرتك بتقوله باعتبرها واقع حضرتك عشتها تحديدا وما زالت طيب احنا عنقول ان الشرط ان يكون هناك علاقة تعاقدي الحالة اللي حضرتك بتقول عليها دي منحة ما كانش بعلاقة تعاقدي ادت لهم منحة ورجعوا في كلامهم تاني من المنحة بعد 40 سنة وجاين يقولوا احنا ما ادنهللش لكم منحة رغم ان لو هنطبق قوانين الشرط العقاري واسباب كسب الملكية ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ووضع يد ظاهر وهادئ ومستمر بنية التملك لانهم كانوا عطلهم البيوت دي بنية التملك ما كانش اللي بربط عليهم علاقة ايجارية ولا ريع ولا افداع كانت منية التملك مجاني اما جات محكمة القضاء الادارة حددت قيمة معينة والزمت الناس بيها والناس دفعوها يبقى هتبقى من غير غرامات تأخرية لانه لم يكن هناك سلة تعاقدية علاقة تعاقدية ولا اشتراط في العقد ولا عقد ما فيش عقد اصلا ما فيش عقد ولو فيش اشتراط فيه ما فيش اشتراط فيه ده فرطة ما انا بنقول ما فيش عقد اصلا هايبقى فيش تراط ايه فدي حالة خاصة انا بتكلم على الحالات اللي المحاكم ملزمة بالفصل فيها وهي وجود علاقة تعاقدية والدين اما واضح انه العلاقة اما علاقة مدنية او علاقة تجارية محددة وان السبب انه المدين هو اللي تسبب طيب هل مع كل هذه الشروط يعني وجود عقد والمدين اتأخر والمحكمة حكبة بفوائد اربعة في المية في المدني وخمسة في المية في التجاري هل يمكن المطالبة بتعويض بالاضافة الى الفوائد التأخرية يعني احنا عايزين لا يجوز جمع تعويدين في وقت واحد لان الفوائد التأخرية بتعتبر تعويد عما فقده من اكتر من الاربعة في المية او الخمسة في المية سليم الفوائد التأخرية تعويد اخر غير الفوائد التأخرية في بعض الحالات بتنزرها المحاكم وفي الجهة اللي احنا اتكلمنا عليها طلبت بتعويد غير الفوائد التأخرية في نص المادة 211 من القانون المدني اللي بتقول يجوز المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد القانونية بس بشرط أن يكون الضرر بسوء نية يعني أن يكون سوء النية متوافر عند المدين اللي قاصد يعمل التأخير يعني هنا بقى أجازة المادة 211 بشرط تحقيق سوء النية أنها تحكم بتعويض تكميلي بالإضافة إلى الفوائد تبقى لصراحة المطال هنا إذا توفر سوء النية زي ما معليك قلت ما فيه سوء نية مش حيضع عفل أيوة أيوة أنا ما أنا بقول على الحالات اللي يجوز فيها وهي توفر شرط سوء النية عند المدين هل هناك طريق رسمه القانون عند مخاصمة جهة حكومية يعني أنت ضربت مثل الوقت بالبيوت اللي تسلمت للشباب هاي دي جهة حكومية طيب هل بقى فيه طريق القانون رسمه أننا ما أجل اختصم أي جهة حكومية اللي كانت سواء بقى اللي كانت مسلمة البيوت أو مسلمة شليهات أو مسلمة حاجات في في المنصورة الجديدة أو في المدن الجديدة كلها هيئة المجتمعات العمرانية اللي بتوزع هل بقى هنا فيه طريق القانون رسمه لأن نحن نعرف نعمل مع الجهة الحكومية دي خصومة تدين حقنا باعتبرنا أفراد تمام عليك هنا لابد أن ناخد بالنا من جزئيتين سليم أنا بختصم الجهة الحكومية في إيه في حق عادي أو في حق عقاري عيني خد بالك مع الوزير في حق عقاري عيني أو حق عادي تمام أو مثلا واحد رفدو من جهة ما هنا لابد أن تلتزم بمنصة وقانون في القانون سبعة لسنة 2000 اللي هو الخاص بلجان التوفيق قبل الرجوع إلى المحاكم المختصة طيب أنا دلوقتي بتكلم في الوضع بتاع الجهة الحكومية اللي احنا بنقول عليها أنا بطالب حق عيني أنا بطالب حق عيني اللي هو تحرير عقد البيع بتاع المنزل اللي تم تسليمه هذا الطلب مرتبط بحق عيني وهو المنزل حق عقاري عيني هنا ما يجس لي أو مش ملزم أننا ألجأ للجان التوفيق تبقى للقانون سبعة لسنة 2000 أننا أقدم للجان التوفيق ولجان التوفيق في جميع الأحوال يعني هي لجان شكلية بترفض كل الطلبات في جميع الأحوال ولكن القانون ألزمك للجاء لها إمتى إذا كان الطلب غير حق عيني حق عيني مرتبط بحق عقاري جميل معلومة جميلة والله من أجمل المعلومات اللي اتعرضت في الحلقة دي إن لما جاء ألجأ ضد خصومة لجاهة حكومية تمام هو القانون سبعة اشترط عشان تقبل الدعوة اللجوء لجهات التوفيق تمام المتعددة تمام اللي في الجامعة جامعة واللي في المحافظة في المحافظة واللي في الوزارة في الوزارة واللي في الصحة في الصحة تمام وعمل وشتت الناس في بداية الحركة لكن إنه هنا بقى نقول لو هو الحق عيني عقاري يبقى ما ينفعش يتطبق عليه القانون سبعة ألجأ للمحكامة يبقى يخش للمحكامة مباشر مراشر التوفيق ودي من أجمل المعلومات اللي هنختم بها الحلقة النهاردة سعيدنا بالمستشار أسمة أبو سريع في شرح وافي للفوائد القانونية والفوائد التأخيرية وقدرها وشروط تحققها والقيمة التي تلتزم بها المحكمة بتحديدها سواء كانت العلاقة التعاقدية مدنية أو العلاقة التعاقدية تجارية ولو حتى فيه اتفاق بين طرفي العلاقة المدنية أو العلاقة التجارية فالقانون محدد لها حد أقصى وهي السبعة في المية وختم حلقتنا بأن المعاملات العينية العقارية لو أنا هاختصم الحكومة مش هتبقى خضعة للقانون سبعة الخاص باللجوء إلى لجان فرض المنازعات أو لجان توفيق الأوضاع اللي القانون سبعة اشترطها في المخاصمة الجهات الحكومية وبكذا تكون حلقتنا انتهت النهاردة ساعدنا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بارك الله فيكم وحفظكم الرحمن وإلى لقاء قادم بإذن الله في حلقة قادمة في موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوء